حضور العراق الفاعل في القمم الأخيرة التي شارك بها أو عقدتها بغداد حضور يحقق إعادة البلاد للنبض العربي العربي المشترك وأهمية التعاون والتكامل الاستراتيجية اتضح التنسيق بين الأشقاء في قمم ثلاثية منها ما حملت اسم الشام الجديد عقدت بين العراق ومصر والأردن والتي عززت الاستثمار والتعاون الاقتصادي سيما مشروع الربط الكهربائي قمة بغداد أيضا والتي عقدت العام الماضي وجمعت العرب والغرب على طاولة بناء المستقبل وإيجاد حلول لقضايا المنطقة الأمنية والسياسية والاقتصادية ومن جديد تشارك بغداد في قمة خماسية عربية تستضيفها مصر وتشارك بها أبوظبي والمنام وعمان قمة تأتي في توقيت مهم وتحديات عدة تواجهها المنطقة بينها أزمات داخلية وأخرى خارجية إن عكست على الداخل وعلى رأسها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العراق حاضر على طاولة القمة لما يمر به من أزمة سياسية راهنة إذا حدث فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظم عن شؤون البلاد والتوافق مع القادة على إرسال رسالة إلى إيران بعدم التدخل في الشؤون العربية كذلك تناقش القمة الملف اللبناني والليبي والقضية الفلسطينية واليمنية القمة تأتي أهمية عقدها بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية وعقد قمة جدة ما يعني تنسيقا أوسع في ملف أمن الخليج والمفاوضات النووية بفيننا والمناقشات الأمريكية الإيرانية حول تفاهمات جديدة لما يمثله ذلك من تداعيات على الأمن القومي العربي ترجمة نانسي قنقر